أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند تريند التريند طبعا على السوشيال ميديا كلها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الكلام كله على مشاركة الأهل في كاس العالم للأندية لكن النهاردة برنامج الفريق الحافل بالأخبار العديدة أبرز خبر في هذه اللحظات وده اجتماع تم منذ لحظات قليلة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة اجتمع بالبعثة الإعلامية والإدارية داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي استعدادا بالتأكيد لتفاصيل كثيرة جدا من حيث تحديد المهام النظام شكل البعثة بالتأكيد والتعامل مع تعليمات الاتحاد الدولي لقورة القدم فيفا التعاون كمان مع اللجاء اللجان المنظمة شغل بالتأكيد بيليق بالنادي الأهلي خلال هذه الفترة وتغطية أحية وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي وعلى كل بالتأكيد الوسال الإعلامية المتعلقة بالنادي الأهلي لتغطية هذا الحدث الكبير كاس العالم للأندي حدث استثنائي يا جماعة حدث كبير جدا لذلك فيه اهتمام على جميع الأصعيدة وعلى جميع المستويات سواء المستوى الفني أو المستوى الإداري أيضا كمان بقى المستوى الإعلامي وزي ما أنتوا قدامكم على الشاشة هو هذا الاجتماع الهام جدا اللي عقده اليوم الكابتن محمود الخطيب مع كل أفراد البعثة الإدارية والبعثة الإعلامية قدامنا على الشاشة بالتأكيد اجتماع الكابتن محمود الخطيب بجوار المهندس خليد مرتجي بدوره كمان كمنصق لبعثة النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ستسترق أنديل عضو مجلس الإدارة بجوار الكابتن محمود الخطيب الأستاذ محمود عدلي مدير قناة النادي الأهلي الأستاذ أشرف عمر نائب مدير التسويق زمنا العزيز الإعلامي القدير الأستاذ إهاب الخطيب رئيس القناة المهندس عدلي القيعي وفد إعلامي على أعلى مستوى لتخطية كل جوانب هذه البطولة الكبيرة الشغل الهندسي كمان عشان تعرفوا مدى التطور اللي حصل في الصيغة الإعلامية عليه شاشة قناة النادي الأهلي الأستاذ جمال جبر الكابتن أسامة حسني الأستاذ إبراهيم المينيسي الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق كان بيتكلم كمان حاليا مع الكابتن محمود الخطيب المهندس أحمد حسن مدير الإدارة الهندسية في قناة الأهلي عشان الأمور كلها تبقى بالنسبة لكم زي ما انتوا شايفينه على الشاشة قدامكم وصل لكم صوت وصورة بكل التفاصيل سواء التفاصيل التنظيمية الإجرائية كل الأمور حتى الزملاء الأعزاء في السوشيال ميديا عبد الرحمن زميل العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي على مستوى الإخراج زميل العزيز محمد دقروري زميل العزيز شادي عبد السلام مدير التصوير الأستاذ محمد عجيبة مدير إدارة الإعلام الأستاذ جمال جبر وجهد كبير جدا بيتم في خلال هذه الرحلة حتى على مستوى الصحفي الزملاء طبعا الزميل العزيز عمر صاروة والكابتن أسامة حسني والأستاذ العلام الكبير الصحفي القدير الأستاذ إبراهيم المنسي عايز أقول لكم اجتماع لتفاصيل كثيرة جدا هتتم بخلال هذه البطولة طبعا أنت بتشتغل في إطار معين ما بين تعليمات بتحددها اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفي تعليمات متعلقة بالشكل الإعلامي في خلال هذه البطولة أولا النادي الأهلي لما بيتعامل إعلاميا بيتعامل من خلال مبادئه المبادئ والقيم والشكل المتعارف عليه بالنسبة للنادي الأهلي أيضا كمان الأخبار الصورة الحصرية كل المعلومات اللي ممكن نوفرها لحضراتكم من خلال متابعتنا لهذه الرحلة وهذه الكواليس ده بيتم كمان بالتنصيق مع الرولز والشروط اللي بيحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في هذا اللي الشأن في هذا الاتحادة زيما تقدمكم على الشاشة أين بدور كبير جدا كمان في مسألة التنصيق مهندسة حنان الزيني مديرة الترخيص واللوايح في النادي مهندس أحمد حسن مدير إدارة الهندسية وعمل جبار بيقوده بالتأكيد ده الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام مع الزميل العزيز الأستاذ إهاب الخطيب رئيس القناة عشان في النهاية الصورة اللي توصل لكم من خلال إدارة الإعلام أو من خلال القناة الإعلامية أو قناة النادي الأهلي تكون على أفضل ما يكون تعبر بشكل إيجابي على شكل وصورة النادي الأهلي بالإضافة كمان أن نفس الإجراءات ونفس الشروط اللي بيحددها الاتحاد الدولي طبقا للحقوق والواجبات في هذه البطولة بيتم تنفذها من خلال هذا التنصيق على أعلى مستوى واللي بتأكيد المهندس خالد مرتجي أين بهذا الدور في التنصيق ما بين بعسة النادي الأهلي على المستوى الرسمي مع الاتحاد الدولي فيفا واللجنة المنظمة المحلية هذا العمل هيكون يوميا وعلى مدار الساعة طبعا ما بدأش من النهاردة ده بدأ من يوم الجمعة اللي فاتت أول ما الفرقة وصلت للمشاركة في هذه البطولة وكان في اجتماعات وورش عمل بالمناسبة تمت على مدار حوالي 15 يوم قبل السفر البعثة بشكل رسمي يوم الجمعة الماضية وبإذن الله هذا العمل يظل على قدم وصاق حتى آخر يوم في البطولة يوم 11 فبراير من هذا الشهر الجاري بإذن الله طيب على سبيل بقى متابعة بقى الأخبار المتعلقة بالفرقة وتحديدا الناحية الفنية